اشتركوا في القناة بعد تعطل جهاز مثبت السرعة والسيارة على سرعة فائقة بلغت 180 كم في الساعة واشد معالي وزير الداخلية بما أبدته الدوريات وغرفة العمليات وعناصر تأمين الشارع من جهازية وكفاءة عالية وسرعة في التحرك والأداء والذي تميز بالشجاعة والمهنية مشيدا بالتواجد والحضور المستمر للدوريات الأمنية واستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور في هذا المجال بما من شأنه تعزيز الأمن والسلام العامة وتمنيا معاليه للجميع المزيد من التوفيق والنجاح وكانت غرفة العمليات الرئيسية قد تلقت بلاغا بالواقعة في وقت مبكر من صباح أمس يفيد بتعطل مثبت السرعة بالسيارة التي كان يقودها مواطن على شارع الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه المنامة وتسارعها لحين وصولها إلى سرعة فائقة وعلى الفور تم التواصل مع السائق وتزويده بالتعليمات واجراءات السلام الواجبة وتوجيه الدوريات لتأمين مسارات الشارع للمركبات الأخرى لتفادي وقوع أي حادث وقد تمكنت إحدى دوريات النجدة من التعامل مع الموقف واعتراض السيارة من الأمام لضمان سلامة من فيها والعمل على تخفيف سرعة المركبة حتى تم إيقافها كليا على شارع الملك فيصل قبل وصولها للإشارات الضوئية وذلك دون وقوع أي إصابات ولله الحمد